أهلا بكم من جديد أعلنت فنلندا والسويد الأربعاء تقديمهما بشكل مشترك ورسمي ترشيحهما لعضوية حلف شمال الأطلسيا الناتو رغم احتمال عرقلة تركيا وتلقى الأمين العام للحلف يانس ستولتنبيرغ طلبات من سفيري فنلندا والسويد لعضوية بلديهما في الحلف ببروكسل ومنح البرلمان الفنلندي الضوء الأخضر إذ صوت ثلاثاء لصالح الانضمام إلى الحلف الأطلسي بغالبية كبرى بلغت أكثر من 95% ما يتيح إرسال البلدين طلبي الانضمام في وقت متزام إلى مقر الحلف في بروكسل في المقابل أكد الرئيس التركي رجب طيب أردغان مساء الاثنين الماضي أن بلاده لن تتنازل متهمن السويد بأنها حاضنة للتنظيمات الإرهابية كما اتهمها بفرض عقوبات على بلاده وفي حديثه في مؤتمر صحفي في أنقرة قال أردغان إن الوفود السويدية والفنلندية يجب أن لا تكلف نفسها عناء القدوم إلى تركيا لمحاولة إقناع أنقرة بالموافقة على عضوية البلاد في النتو نتوقف عند هذا العرض لمتابعة اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندية إلى النتو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تصريحات الرئيسة تركيا رجل طيب أردغان اليوم تركيا هي تدعم ودعمت الناتو خلال السنوات الأخيرة الماضية ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي التركي وهناك هواجس أمنية فتركيا هنا تتوقف عند هذه النقطة أنا بتصور أعتقد هي المشكلة ليست مشكلة دخول هاتين الدولتين إلى الناتو هي المشكلة هي مشكلة قديمة لكن ظهرت على السطح واليوم هي أصبحت ظاهرة بشكل علني وخاصة إذا حدثنا عن أن الخلافات التركية الأوروبية أو الغربية بشكل واضح وكبير خلال السنوات الماضية كانت تتوقف عند هذه النقطة وهي الدعم للمنظمات الإرهابية فكيف لدول في حلف الناتو تقدم دعما لهذه المنظمات وخاصة كما تعلم تركيا هي من أوائل الدول التي انضمت إلى حلف الناتو وقدمت كما يقول الأتراك والرئيسة تركيا رجل طيب أردغان في أكثر من تصريح لذا أعتقد أن هذه تجتمع كلها في بوطقة واحدة وتوضح بأن تركيا هي ليست تقف لإغلاق أمام هذه نعم ولكن هناك هواجس ويجب التوقف عند هذه الهواجس التركية والمطالب التركية لكن تصريحات القيادة التركية كانت تشير عبر لسان الرئيس رجل طيب أردغان بأن على فنلندا وكذلك السويد ألا يكلفوا أنفسهم عناء المجيء والسفر إلى تركيا هل هذا إغلاق لباب الحوار مع العلم أن رئيس الوزراء هناك في السويد وكذلك نظيرها الفنلندي تحدثوا بأن بلديهما جاهزتان للحوار في تركيا رئيس تركيا رجل طيب أردغان واضح في تصريحاته هو يريد أفعال وليس أقوال هذه التصريحات كانت سابقة من قبل تلك الدول في سنوات ماضية أن تقوم بردع أو بإخراج هذه المنظمات ولكن لم يتم تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع الوضع حاليا يختلف تماما عندما تتحدث عن انضمام هاتين دولتين إلى الناتو فهذا يمثل تهديد بالنسبة لتركيا كيف تهديد هاتين الدولتين هم عضو في حين تم انضمامهم لذا أعتقد أن هذه المشكلة التي تريد تركيا يضاحيها للمجتمع الدولي وخاصة للدول الكبرى في مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية التي هي الأخرى لها باع طويل فيما يتعلق بدعمها للمنظمات الإرهابية التي تصفها أنقرة في سوريا وحتى حزب العمال الكردستاني في شمال عراق وتصريحات مثل هذه حول دعم حزب العمال الكردستاني لم يقتصر على هذا التوقيت فقط من قبل تركيا تركيا سبق وأن اتهمت الولايات المتحدة بشكل مباشر خلال السنوات الماضية بدعم هذه المنظمات أيضا فهذه رسالة للسويد وفنلندا هي أبعد من ذلك يعني التصور هي أبعد من ذلك وخاصة أن هناك الموضوع كما أشرت لك موضوع هو ليس متوقف عند هذه القضية الموضوع هو كما أشرت لك في البداية موضوع قديم متعلق بالخلافات إن كانت الأوروبية التركية وحتى التركية على وجه الخصوص الأمريكية خاصة أن تركيا تقريبا منذ عامين ولا حتى هذه اللحظة هناك تتعرض لضغوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بطائرات F-16 طائرات المقاتلات 35 التي تم منعها من قبل الكونجرس أنا متصور أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية التي تتابع عن كسب هذه التطورات هي أمام خيارين صعبين الخيار الأول وهو موضوع إدارة رئيس بايدن أمام الكونجرس الذي إلى حتى هذه اللحظة مازال متصلبا في المواقف اتجاه تركيا حيال هذا الموضوع الموقف الأخر ومتعلق بالناتو كما تتذكر الرئيس بايدن عندما وصل إلى السلطة قبل تقريبا عامين من الآن هو أراد إنعاش ويعادة الروح والحياة إلى حلف الناتو الخطوة التركية موجة نظره في حال تم عدم إيجاد حل لها أعتقد سوف نعيش المشكلة التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي قبل أعوام أنه هو موت سريري وتعرق ربما الطموح الذي يريده بايدن بشأن هذا الحلف وبالتالي ألا تخشى تركيا من فرض أي عقوبات من قبل واشنطن أو الدول الأوروبية المنضوية في إطار هذا الحلف على استمرارها في رفض انضمام فنلندا والسويد؟ يعني أنا التصور أعتقد تركيا محقة فيما تقوم به وخاصة عندما تحدث عن الأمن القومي وخاصة حاليا يعني هاتين الدولتين فنلندا والسويد لماذا تريدان الانضمام الأساس وهو فيما يتعلق بأمنهما هو توسيع المنظومة الناتو أو الأطلسية لذا أعتقد من حق تركيا أيضا هي تتحدث عن الأمن وكما تعلم الناتو هو هدفه أو تشكيله أساسا هو الحفاظ على حماية تلك الدول لكن هنا أستاذ طه يعني لا أناقش معك مسألة الأحقية من عدمها بل أناقش فكرة فرض عقوبات لأن المجتمع الدولي أساسا لا يهتم أحيانا فيما يتعلق بمصالحه بمن هو على حق ومن هو ليس على حق يعني منذ أن صرح الرئيس أردوغان بمعارضة تركيا بانضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو شاهدنا مثلا تراجع في سعر صرف الليرة أمام العملات الصعبة وتحديدا أمام الدولار على سبيل المثال هل يمكن الربط أساسا بين هذا من دون شك وهذا ما تعرضت له تركيا تتذكر في عام 2018 يعني عندما كان هناك فيما يتعلق بالقصة الأمريكي وكان تهديدات من قبل رئيس ترامب بتدمير الاقتصاد التركي ولحظنا الليلة تركيا ارتفعت إلى الضعف ولكن ماذا حدث في تركيا كما أشرت لك بين قوسين تركيا تتحدث عن الأمن تتحدث عن هواجس أمنية في حال تم معالجة هذه المخاوف وهذه التهديدات أنا التصور أعتقد الأمور ممكن أن تكون هي تمر بسهولة أيضا هناك المشكلة أكبر من هذه التي ذكرت لك هي مشكلة أساسية داخل المتحدة الأمريكية بالكونجرس وأيضا في حلف الناتو بشكل عام قبل عدة أيام كان بايدن يشير إلى فكرة وجود صفقة سلاح جديدة أيضا مع تركيا وكانت هناك توجهات من الإدارة الأمريكية أو توجيهات للكونجرس بضرورة الموافقة على هذه الصفقة لكن حتى توافق الآن تركيا وحتى نفهم أيضا ختاما لهذا الحديث حتى نفهم بالضبط ما تريده تركيا متى أو ما هي الشروط التي يجب أن تطبقها فنلندا والسويد حتى توافق تركيا على انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسية يعني أنا أتصور أعتقد إلى حين موعد القمة قمة الناتو في نهاية حزيران المقبل أعتقد سوف نشهد مفاوضات شاقة ما بين تركيا وتلك الدول والتمنتحدة الأمريكية واتصالات بدأت واتصالات بدأت وهناك المفاوضات بدأت في نفس الوقت حدثنا قبل قليل كان هناك اتصال ما بين الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قرن مع عدد من مسؤولين أو مسؤولين في تلك الدول هاتفيا ألمانيا وفنلندا والسويد تحدث عن هذا الموضوع ولكن تركيا مطالبها واضحة ولكن المطالب الأساسية كما أشار توعيد وكرر لك وهي موجهة للوثم التحدة الأمريكية ومتعلقة إن كانت بموضوع الضغوط الأمريكية على تركيا ولا ننسى بأن قبل وصول الرئيس بايدن كان هناك تهديدات بدعم المعارضة لا تنسى أيضا بأن تركيا مقبلة بعد أشهر قليلة على انتخابات إذا أعتقد أن هذه الفرصة إن صحة التسمية تركيا تريد استغلالها وتوظيفها بكافة الأشكال حتى تستفيد منها على مستوى الداخلي أيضا هناك نقطة مهمة للغاية كلما زادت هذه الأزمة الموجة نظرة كلما زادت شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان الذي هو حقيقة رسم كقائد أسطوري داخل البلاد هنا داخل تركيا خلال السنوات الماضية وخلال الأزمات التي مرت بها تركيا خلال السنوات الماضية باختصار في النهاية تتوقع أن تدخل فنلندا والسويد إلى الحلف أم لا في ظل المعارضة التركية أنا أتوقع التصور أعتقد من الممكن أن تدخل ولكن في حين تم التوصل إلى تفاهمات ترضي الجانب التركي أفعالا وليس أقوالا أشكرك جزيلا على حضورك معنا في الستيديو طاها عودة أوغلو المحلل المتخصص في أشياء التركي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك